موسيقى عادة لما تطبع مارغرت آتودا الروائية الكندية كتابا جديدا فهناك ملايين النسخ تباع في الأيام الأولى لكن المرة هذه مو زي كل مرة كانت هناك نسخة واحدة نسخة واحدة فقط في 2014 مشت مارغرت في غابة في أسل نرويجية مكونة من ألف شجرة ومعها نسخة من كتاب لم يقرأه أحد من قبل ووضعته هناك ولن يقرأه أحد لمدة مئة عام قادمة حتى عام 2114 في السنة التي تليها دعي الكاتب الشهير جورج ميتشل للقيام بنفس الشيء وتسلل لنفس الغابة ووضع كتابا لا أحد يعلم ما الذي بداخله ولن يفتح أبدا حتى عام 2114 هذه مو مؤامرة ولا جميع سرية هذا المشروع اسم مكتبة المستقبل هو عمل فني أنشأته الفنانة كاتي فاترسن أن تختار كاتبا شهيرا يؤلف كتابا ويسلمه لمؤسسة أنشئت لهذا الغرض على أن يطبع بعد مئة عام عندما يحين الوقت ستطبع الكتب ولن يصل إليها كمدل ولا أمازون لن تكون هناك ملايين النسخ الرقمية لأنها ستطبع على أوراق تأخذ من أشجار الغابة الألف التي ستقطع لهذا الغرض ألف نسخة فقط تستطيع أن تشتري نسخة من هذا الكتاب وستسلم وثيقة تضمن لك السلامها أنت أو من يريثك وسيسلم لك في نسخة ورقية خاصة ستعمل المؤسسة على اختيار الكتاب ودعوتهم والاحتفاظ بالسرية الكتب حتى تحين اللحظة الموعودة نحن لا نعلم كيف ستكون اللغة وقتها واهتمامات البشر حينها الذي نعلمه أنه في كل عام سيدعى مؤلف ليضع نسخته من الكتاب بين الأشجار ستظل هذه النسخة مثل الأميرة النائمة حتى تدب فيها الحياة بعد مئة عام من عروق الأشجار نفسها نحن لما نتخيل المكتبة في المستقبل في الغالب أنها ستكون مكانا مستلم من حرب النجوم مكان فائق البياض براق مليارات من الكتب التي تصلها بلغطة زر تأتيك من الكلاود مكتبة المستقبل هي أعجوبة تقنية لكن هذا المكان المدعم بالإعجاز التكنولوجي ملازم بالضرورة يكون المكان مفضل لقارئ الكتب الذين يحبون القراءة قد لا يعجبهم هذا الولع بالأماكن المسقولة ليس هنا كلنا نعلم أن المعلومات في عصر التكنولوجيا اليوم تسير بسرعة الضوء لكن الحقيقة أن المعرفة مثل الأشجار تنمو ببطء بصمت وبسكينة وهذا ما يسعى له مشروع مكتبة المستقبل أن يذكر الإنسان بفضيلة الصبر في عالم يملأه بلوهات العجلة أن يرمي بذور الهدوء في قابة الضجيج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة